أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر وقواتها المسلحة تخوض معركة فاصلة للقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 التي تنفذها التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وخلال لقائه بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتل أشر القائد العام لأن الحرب على الإرهاب المنطقة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على تلك التنظيمات الإرهابية والعمل على تكفيف مصادر تمويله في ذات السياق التقى فوتل برئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حيث بحث الجانبان علاقات التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن